بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بسمة أمل بسمة أمل هنحاول إن شاء الله كل يوم إن احنا نرسمها على شوشكم نقدر نحل بيها كل مشاكلنا النفسية والطربوية والأسرية إن شاء الله النهاردة أنا جاب لكم بسمة أمل هنقدر إن احنا نحقق بيها كل أحلامنا وكل طموحاتنا إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسرار النجاح وأسرار الشخصية النجحة كلنا في بعض الأحيان لما نشوف شخص ناجح أو شخص حقق طموحاته وأحلامه في الحياة بنسأل نفسنا يا طرى الشخص دوت هل فيه سر معين هو عارفه خليه يقدر إنه هو يوصل للنجاح دوت ويوصل للمكانة اللي هو فيها دي يا طرى هو عنده السر دوت ولا لا يا طرى فيه أصلا سر للنجاح ولا لا بس في البداية قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا حابب إن أنا أصنف لكم الناس لبعض أصناف في ناس بتكون عارفة هي عاوزة إيه لكن مش عارفة توصل للحاجة دي إزاي في نوع تاني عارف هو عاوز إيه وعارف هيوصل له إزاي لكن ما عندوش ثقة في نفسه في نوع تالت عارف هو عايز إيه وعارف هيوصل له إزاي وعنده ثقة في نفسه ولكنه بيسمع لكلام الناس وبيسمع للكلام السلبي بتاع الناس فبيمنعه إن هو يحقق أحلامه وطموحاته وفي نوع رابع واللي هو للأسف معظم الناس موجودين في نوع دوت اللي هو شخص عايش وخلاص عايش علشان يأكل ويشرب وينام وخلاص ما عندوش أي هدف في حياته طيب يا طرى أنا لو نفسي إن أنا أكون شخص ناجح أعمل إيه علشان أكون إنسان ناجح أنا أقولك دلوقتي على أهم أسرار النجاح اللي بيطبقها كل الناجحين اللي في العالم وإنك إنت إن شاء الله لو طبقت الكلام دوت هتكون ناجح زيهم وهتحقق اللي إنت نفسك فيه وكل أحلام ما كنتم حاتك هتتحقق إن شاء الله أول سر من الأسرار معانا هو الخطة إنك لازم يكون عندك خطة في حياتك أي حد ناجح في الدنيا ما تولدش ناجح لو شفنا مثلا على سبيل المثال عندنا ستيف جوبس وغيره كتير جدا جدا من الناس الأغنية والناس النجحين في العالم لو قرينا السيرة الزاتية بتاعتهم هنلاقيهم إن هم حطين ليهم أهداف وحطين لهم طموحات وأهداف بيمشوا عليها على حد ما يوصلوا ليها بأي طريقة أي أن كان الطريقة دي فإنت علشان تكون إنسان ناجح لازم ولا بد وشرط مهم جدا إنك تحط ليك أهداف وتحط ليك خطة وتحاول إنك أنت توصلها وتنفذها بأي طريقة واحد يقول لي طب حاله خلاص تمام أنا أحط دلوقتي الخطة بتاعتي وأحط هدفي اللي أنا عايز أوصله إيه كمان؟ هقول لك رقم اتنين إنك أنت تلتزم لازم إنك أنت تلتزم إنك أنت تحارب الدنيا كلها علشان توصل له الهدف بتاعك من أهم أسباب النجاح هو الالتزام الالتزام دوت هو اللي يخليك إنك أنت تحاول مرة واثنين وثلاثة وعشر لحد ما توصل للي أنت عاوزه دول بعض الناس بيبدأ إنه هو يلتزم في الفترة الأولانية وبعد كده يبدأ يصيبه الملل والفطور لحد ما هو يبعد تماما عن الهدف بتاعه ويسيب الحلم بتاعه تماما فإنت لازم ولابد بعد ما تحط الخطة بتاعتك إنك أنت لازم ولابد إنك أنت تلتزم علشان توصل للحاجة اللي أنت عاوزها دي لحد ما تقصل لمرحلة سمعنا بنسميها عندنا في علم النفس وفي تنمية البشرية بنسميها الانضباط الذاتي ده ده معناها إيه؟ معناها إنك ببساطة كده إنك أنت تفعل الفعل الصواب في الوقت المناسب ليها ودوت في أي وقت وفي أي مكان حتى لو الحاجة ديت أنت مش قادر إنك أنت هتعملها حتى لو كنت تعبان حتى لو كنت زعلان برضو هتزبط نفسك وهتبدأ إنك أنت تنضبط فيها وهتعملها يعني هتعملها علشان تحقق هدفك وتحقق طموحك الحاجة اللي بعد كده قبل ما أقولوكم اسمها إيه؟ هخليكم تطلعوها دلوقتي بنفسكم هقولوكم موقف على السريع ستيف جوبز الميلوردير العالمي المشهور كان في أحد اللقاءات التلفزيونية فالمزيع بتسأله هو أنت إيه؟ هو سر الغنى اللي أنت فيه وسر النجاح اللي أنت فيه فبدون ما هو يجوابه على السؤال طلع دفتر الشيكات من جيبه والألم بتاعه ودى له المزيع وقال لها اكتب المبلغ اللي أنت عوزاه فالمزيع اضطربت هنا وخافت أنا أسفة أنا مش قصدي إن أنا أداء حضرتك فما ردش عليها ودها تاني لدفتر الشيكات والألم اكتب المبلغ اللي أنت عاوزاه فبرضو قالت له أنا أسفة لو كنت زعلت حضرتك فرد عليها برضو بالفعل قال لها اتخذي الدفتر بتاع الشيكات وكتب الراكم اللي أنت عاوزاه فقالت له خلاص لو كان السؤال ده ود بيزعل حضرتك بلاش منه خالص فهنا رد عليها ستيف جوبز ودات الحتة والنقطة المهمة اللي أنا عايز أعلمها لكم كان قدامك الفرصة دلوقتي حالا أنك أنت تكوني أغنى مزيعة في العالم كله هتكتب المبلغ اللي أنت عايزاه وكنت هتغديه أنت سألتيني إيه هو سر النجاح وسر الغنى بتاعي سر الغنى أن أنا ما مضيعش أي فرصة مني أبدا باستغل كل الفرص اللي بتقابلني وانت ضيعت الفرصة ديت منك وهي ديت النقطة اللي أنا عايز أكلمك فيها الفرصة أنك أنت أوعى أبدا تضيع أي فرصة من إيدك استغل كل الفرص اللي تجي لك لأن الفرصة لو ضاعت منك مش هترجع لك تاني وخلي بالك أن الفرصة لو ضاعت منك هتروح لحد تاني مستعد لها على سبيل المثال لو إحنا بنقدم لوظيفة معينة الوظيفة ديت محتاجة مني مهارة وليكن مثلا الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وأنا مش قادر أن أنا أتكلم أو أن أنا أكتب اللغة الإنجليزية كويس فهتروح الوظيفة ديت لواحد تاني أنت ضيعتها من إيدك لأنك أنت كان قدامك فترة طويلة جدا مع أنك متخرج من الجامعة بقالك كم سنة وما تعلمتش المهارة ديت فضاعت منك الفرصة أنت بقالك كتير جدا في التدريس وبتاخد أجازات سوقف نصف السنة أو فخر السنة وبرضو ما ضربتش نفسك وبرضو ما تعلمتش مهارة جديدة فضاعت منك الفرصة النقطة ديت مهمة جدا جدا اوعد ضيعوا أي فرصة من حياتكم لازم ولابد أن كنتوا تستغلوا كل الفرص اللي بتقابلكم النقطة اللي بعد كده هي تنظيم الوقت حلو جدا أنك أنت يكون عندك خطة حلو جدا أنك تلتزم بتنفيذ الهدف بتاعتك حلو جدا أنك أنت تغتنم الفرصة بتاعتك بس لازم أنك أنت تنظم وقتك بدرجة كبيرة جدا لأن تنظيم الوقت هيمكنك أنك أنت تحقق أهدافك وهيممكنك أنك أنت توصل للنجاح اللي أنت عاوزه بس في نقطة مهمة أنا عايز أن أقولها لكم خلي تنظيم الوقت بتاعك دوت هو وفقا للجدوى الأعمال بتاعتك وحاول أنك تخلي فيه وقت كده معين أنت ما تملش وعلشان تقدر أنك أنت تواصل في طريق تحقيق أحلامك وأهدافك وتمحاطك إن شاء الله النقطة اللي بعد كده هي الثقة أنك تكون عندك ثقة في نفسك أنك أنت تصل في قدراتك وإمكانياتك أنك أنت تقدر ولا بد أنك أنت تحقق أحلامك وأنك أنت عارف ومتأكد أنك أنت هتوصل للنجاح اللي أنت عايزه يعني هتقدر فكل ما كان عندك ثقة أكتر في نفسك كل ما أنت قدرت أنك أنت تتحقق أهدافك وتمحاطك وكل ما انت بقيت انسان ناجح النقطة اللي بعد كده هي المواجهة انك تواجه الحياة بصعباتها ومشكلاتها كلها انك انت بقى عندك ثقة في نفسك وقدراتك انك انت تواجه اي مشكلة خلي بالك انك انت لما تغمس راسك في الرمل زي النعام دوت مش بيحللك اي مشكلة دوت بيأجل بس المشكلة بتاعتك شوية ويوعد تكون واهم ان المشكلة مع الوقت هتتحلل وحدها امدا ده مش هيحصل فلازم تواجه كل المشكلات والصعبات اللي انت بتقبلها علشان تكون على اول طريق النجاح ان شاء الله النقطة اللي بعد كده قاله وهي التطور انك انت تطور من نفسك وانك انت تحسن دايما من مهاراتك للاحسن مع مرور الوقت زي ما بيقول المتحدث براين تراسي ويو المحاضر المشهور انك انت لو انت قرأت كتب كتير جدا في المجال بتاعك والتخصص بتاعك فانت على بعض خطوات من السراء وعلى بعض خطوات من مضاعفة اجرك ودخلك دلوقتي هي ديت المصايح اللي انا حبيت ان انا اتكلم فيها خلي بالك من نهاية ان النجاح هو عبارة عن قرار وخطوات انا قلت لك الخطوات دلوقتي فعليك انك انت تتنفذها وعليك انك كمان تاخد القرار وتوصل لأحلامك وهدافك ان شاء الله وكده الفقرة تعادتنا خلصت ان شاء الله ان نطلع لفاصل بسيط ونرجع تاني مع بسمة الامل التانية وان شاء الله هتعجبك جدا جدا استنوني بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية ومع بسمة الامل التانية واللي ان شاء الله لم تأكد مليون في المية انها هتعجبكم جدا 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 عارفين ليه لانها هتكون في رحاب القرآن وهيكون معانا ضيوف بسم الله ما شاء الله اصواتكم هتعجبهم جدا 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 ان شاء الله اعرفكم الاول بالضيوف بتاعي معانا الشيخ محمد السماحي ودوة معلم القرآن وقراءات وبسم الله ما شاء الله هو على قدر كبير جدا جدا من العلم والمعرفة ربنا يحفظه ويزيده يا رب وكمان معانا محمد الشحات نور ودوة قارق ومنشد وبسم الله برضو ومشاء الله صوته جميل جدا هعجبكم ان شاء الله وكمان معانا عبدالله عبدالغاني شرابي واللي برضو هو هيسمعنا ان شاء الله النهاردة انشاد وكمان هيسمعنا ايات من القرآن باذن الله طيب الحلقة النهاردة هتكون مميزة جدا وهيكون فيها حاجات مميزة جدا 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 واصوات جميلة لأبعد الحدود هنتكلم فيها عن القرآن واهمية القرآن في الواقع اللي احنا عايشين فيه كلنا طبعا لا يخفى علينا الواقع اللي احنا عايشين فيه من الانحلال الاخلاقي اللي احنا موجودين فيه ودوة علشان بعدنا عن القرآن وبعدنا عن التعليم بتاعت دينا السميع ودلوقتي انا حابب ان انا اشرك الشيخ محمد في الموضوع طب الشيخ محمد ايه دوروا القرآن والتعليم الاسلامية في الضبط الاخلاق بتاعت ابن قدمين دلوقتي طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سمحمود عايز اقول لحضرتك ان اي حد بيبدأ في تعليم القرآن القرآن عندنا يعني عمل احصائية مؤخرا عن ايات القرآن وجدوا ان فيه 1360 اية بتتكلم عن الاخلاق فقط يعني تقريبا ستس القرآن يعني لا يمر في المصحف صفحة او اثنين او ثلاثة الا وآيات بتتكلم عن الاخلاق عن العدل عن الرحمة عن الامانة عن الصدق كل دي كلها اخلاق موجودة في القرآن هذا القرآن اذا نزل على الشخص تغيرت اخلاقه لانه اصلا اذا نزل على الجبل تغير الجبل فكيف حضرتك بانسان بدأ يحفظ القرآن كيف لا تتغير اخلاقه النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن كلما قرأ القرآن تخلق بأخلاق القرآن فبالتالي صارت اخلاقه اخلاق القرآن واذا ارد الواحد فينا من السادة المشاهدين ان يصلح ابنائه ويصلح بناته فليضعهم في رحاب القرآن وفي مجالس القرآن سيصلحه القرآن شاء او ابى هذه حقيقة يعني لو شفنا مثلا عندي طلبة بيحفظه القرآن كتير جدا تلاقيهم متفوقين دراسيا يعني كل سنة نبارك مثلا حتى على صفحات الشخصية عندنا لطلبة لدخلوا طب لدخلوا هندسة لدخلوا صيدلة ومشأ الله كلهم بفضل القرآن القرآن يهزب أخلاق الناس الإنسان إذا سمع القرآن وبدأ يعني يتلو آية القرآن ويصاحب صحبة القرآن تتغير أخلاقه تلقائيا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمة به الموتى بل لله الأمر جميع هنا عندنا تقدير في الآية يعني لكان هذا القرآن يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمة به الموتى لكان هذا القرآن هذا القرآن شيء عظيم جدا يؤثر في أخلاق الناس كانوا إذا سمعاه أحد العصاء يعني مثلا الفضيل بن عياد قصة مشهورة جدا كان قاطع طريقه كان سارق ولما دخل في بيت كان لص دخل في بيت عشان يسرق وجد تاليا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزر من الحق قال الآن الآن يعني الآن أرجع وبذلك تغيرت أخلاق وبمناسبة الكرآن واللقات الكرانية أنا أحاوب دلوقتي أن أنا أسمعكم صوت جميل جدا أعجبكم إن شاء الله وهو محمد تفضل محمد قرأ لنا آية من كران بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تنزاد وكل شيء عنده بالقدا الله يعلم الله يعلم ما تحمل وكل أنسى وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تنزاد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان شكرا 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 لك يا محمد بسم الله ما شاء الله صوتك جميل جدا جدا وربنا ينفع بيك يا رب طيب احنا عارفين يا شيء محمد في مجالنا في مجال علم النفس عارفين أن من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا للراحة النفسية والطمأنينة النفسية والصحة النفسية عمتا بتاعت الإنسان بتكون هي نبعة من القرآن طبعا فإن رأي حدثك في الموضوع داود الله عز وجل قال في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمؤمنين وفي آية تانية قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فلم لا يكون القرآن هو شفاء لأرواحنا ولأبداننا في بعض الأبحاث العلمية بتتكلم دكتور محمود بيقولوا أن مقدار الحفظ بيرتفع مع مقدار الصحة النفسية يعني كلما ازداد الطالب في حفظ القرآن أو الواحد في هنا حتى هو كبير في حفظ القرآن ازداد معاه صحتهم النفسية وبيقولوا أن حفظ القرآن بيقوي جهاز المناعة يعني تخيل الأمراض العصر الآن اللي سببها ضعف المناعة علاجها في التزام الناس بكتاب الله عز وجل والقرآن يصف الزهن ويقوي الزاكرة وكذلك القرآن يبعث الطمأنينة في النفس الحاجات اللي هي أصلا بتزود جهاز المناعة كذلك القرآن بيقوي اللهجة عند الطلبة وعند الأولاد الصغار فينشأ الواحد ليه علاقات اجتماعية كويسة يعرف يحاور الناس يعرف يتكلم مع الناس يكون له علاقات اجتماعية كذلك يساعد على الاستيعاب والفهم يعني خلايا الذهن أصلا تتفتح بالقرآن يعني ده فعلا له علاقة وثيقة جدا بالصحة النفسية وكذلك يساعد على القوة والهدوء ويعلم الطالب كيف يتخذ قرار صائب يعني القرآن كله يعني فيه من الخيرات والبركات روح للحياة يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا يعني هو روح الحياة بسم الله ما شاء الله طيب بمناسبة القرآن والأنشيد والراحة النفسية سمعنا عبد الله حاجة يلت سمعنا عبد الله حاجة يلت لماذا أنوح وانتبو وجميع جسمي منبو نفسي لشدة قبتها غير الخطاء لا تخطوه في السر تعصي ربها بين الورا تتأداب تقشى الخلاق ثم ملاء تقشى الإله وترقب هذا الرياء بعينه هذا النفاق المغضب يا ويلها يا ويلها مما يداها تكسبو إن أزمعت شرا فما شيء يعوق ويحجبو إن فاتها ما تجتهي تحرض علي وتغطابو ملك اليمين أرحته لم يلقى خيرا يكتبو ملك الشبال بأبسه ليلة نهار يتعبو الشيخ محمد الفترة دية للأسف انتشرت بمين الأطفال حتة إن هم يمسكوا التابلت والموبايل والأجهزة الإلكترونية عمتت ويفضلوا طول الوقت عملين يلعبوا بالأجهزة الإلكترونية دية ويبعدين تماما تماما عن القرآن أو عن التعليم والله يا دكتور أريد أن أقول لحضرتك إن الألعاب الإلكترونية دي صارت وباقي العصر في كل بيوت وكل الأسر المصرية بقت مشكلة حتى بتسبب يمكن عندكم في علم النفس مشكلة نفسية عند الطلاب أو عند الأولاد بتخلي عندهم بلادة في التفكير وبتخلي عندهم تأخر ويكتشف الإنسان بعد فترة وهو قاعد على الشاشة بتعامل مع عالم افتراضي إن فيه ناس بتتقدم وناس بتحفظ القرآن وناس بتختم القرآن والقرآن مسألة ليست صعبة يعني الناس بتستسهل خد يا ابني لعب عن موبايل مع إنه لو بعت ابن الحلقة القرآن الولد سيتعلم فيها الكثير جدا خير المجالس يعني يكفي أن مجالس القرآن أيها السادة المشاهدين يعني تحفغ الملائكة مجالس القرآن بيكون استثمار يعني في ولدك في أفكاره في حياته بيتعلم أن يكون له مشاعر وله أخوة صادقة وكذلك بيتعلم أشياء كثيرة جدا تعلمه أن يكون اجتماعيا في حياته فيعني به نتعلم بالقرآن أن يعني نستثمر أوقات أولادنا إن شاء الله في الخيرات أنا عرفت كوان محمد بينشد كمان أو بينشد وبيقول ابتهالية بسم الله وما شاء الله طب سمعنا حاجة محمد قلوا القنوب إلى الحبيب تميلوا كل القنوب إلى الحبيب تميلوا ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمد أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمد إذا ذكرت المصطفى صار أما الدمون عاشقين تزيلوا أما الدليل أما الدليل أما الدليل وأخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الشفلا وكلمة الله هي العليا إن الله عزيز حكيم ودف الله العظيم في نهاية الفقرة يا شيخ محمد قلنا إيه هو دور المعلم في إصلاح المجتمع بصورة كدة طبعا عايزة تقول لأن معلم القرآن يؤثر في أبنائنا وبناتنا أكثر تقريبا من أبنائهم أكثر من آبائهم وأمهاتهم معلم القرآن له دوره كبير فأنا أقول أن مشايخي الشيخ فضح الله أبو سماحة الشيخ منصور برقاولة الذين علمون القرآن أثروا فيه أكثر من والدي وأنا أقول ومعلم القرآن لا يرى مثله لا ذاقة العينين فقد جماله ماذاك إلا والد من حوله أبنائه حمل الهدى لعياله فيا أيها القاربه متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا يعني القرآن هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفقة الملأ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وأبنائنا وأبناتنا وأساد المشاهدين من أهل القرآن وأن يجعل حياتنا كلها في خدمة القرآن وصلى الله وسلم ورحبك على سيدي وفي نهاية الفقرة أتمنى أن تكون الفقرة دية تعجبتكم ونستنى إن شاء الله بعد الفاصل بسمة الأمل الثالثة استنونا بعد الفاصل إن شاء الله